السلام عليكم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من واله وبعد الإخوة الطلاب يتجدد اللقاء في هذا المكان وفي هذا المنبر الذي هدفه الأول بيان الحق وإبطال الباطل لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأخونا بابكر جزاو الله خير اتكلم عن الوسطية وتعريف الوسطية وذكر الواجب على المسلم أن يعتدل ويسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم يعني الوسط الوسط وفي هذا الدين الذي ندعو إليه جاءت أولا الوسطية في حق الله ما هو في ناس أنكروا وجود الله ودينا الملاحدة والدهريين القالوا زي ما ذكر ربنا عنهم وقالوا 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 إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالملاحدة أنكروا وجود الله منهم الشيوعيين بعدين إذا في الشيوعي نجيط لأن الشيوعي برضو بيستعمل التقية تقول له إنت الشيوعي قل لك والله أنا شيوعي بس في الاغتصاد لكن بصلي وبصوم لأبقى نجيط أقول يا تاخد الشيوعية كل بيستجم ورمادا وسخ يا إمة تتبرأ منا كل وكفر أقول له كفر شيوعية قائمة على إنكار وجود الله ديال الأسساء والنجروة إنت ما تجي هنا تقول لا أنا بس بتابع في الاقتصاد لا بنلزمك بكلامهم بعدين فهؤلاء أنكروا وجود الله بين فأهل الوسطية ووسطية هذا المنهج يلحق وحده سبحانه وتعالى ما يجعل معه إله ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما عنده دليل إنه ده يُعبد مع الله تبارك وتعالى زي الصوفية وزكرناك أخونا الصوفية عبد القفور الصوفية عبد المشايخ زي ما قال عبد الرحيم الزريبة براو قال السادة السادة أنا عبداً لكم نادى براو اعترف في إنه عبدي للسادة وقال أنا عبداً لكم نادى وغيره ولذلك الإسلام وسط والمنهج السلفي وسط بين هؤلاء الملاحدة وبين أهل الشرك الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى ودي أهم نقطة ودي أساس الوسطية إن الإنسان يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح لأنه إذا ما اعتقدت في الله الاعتقاد الصحيح إنت فاركت الوسطية وأبعدت النجعة كما يقال فلابد تعتقد الاعتقاد الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعتقد في غير الله زي ما بيعتقد الصوفية إنه الشيخ بيطلع من قبله ويخش تاني جوه بلت له الله إن قفوا لك في ظهريات عربية إما جروا لك الصقاط فما تقدر تطلع يا مستهبل ده دين التصوف شاكيد دين التصوف دين بتاع خرافة دين قائم على تعظيم البشر زي ما قال المرغني قال عن نفسه وبيمدع فيه نفسه ويدعو أدباعه إنه يعبد من دون الله قال إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيا مرغني ما بتسمع الجماعة نظر يا أبو هاشم والصلاح الرجال كسلة وسيد الحسن في كسلة والفنان البغني ذاك قال يم نادي نادي ليه سيد الحسن دهبتاك المؤتمن شرك بالله تبارك وتعالي والإسلام جاء بمحاربة الشرك وأهله الله قال في القرآن ربنا أمر الأنبياء بأن يدعو إلى 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 التوحيد وأن يحاربوا الشرك وأهله شأن كده أقرأ القرآن ده كله تلقى العداوة أساسا إنه الله يعبد براو ولا معه آلهة ثانية شأن كده ربنا لما نتكلم عن عن المشركين في عهد نوح عليه السلام ربنا قال وقالوا لا تذرن قبل يا ربنا قال ومكروا مكرا شنو كبار المكرا الكبار ده شنو ربنا ذكروا يقتواني وقالوا لا تذرن آلهتكم آلهة كثيرة وربنا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وربنا قال قل هو الله أحد وربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلا تذرن آلهتكم ولا تذرنوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا بسبب هؤلاء بسبب هذه الآلهة ضلوا ناس كثر زي ما الليلة بسبب شيخ الصوفية ضلوا ناس كتار وبسبب القباب ضلوا ناس كتار وبسبب السحرة والكهنة ضلوا ناس كتار فالإسلام والمنهج السلفي وسط تعتقد في الله الاعتقاد الصحيح ودل بنجيك في الدنيا من الفتن والأحزاب والشرك والضلال وبنجيك من الأفكار بتاعة العلمانيين واليساريين والشيوعين والملاحدة بتنجو بتنجو من الفتن لكن تعتقد الاعتقاد الصحيح في ذات الله تبارك وتعالى وأيضا النقطة الثانية التي تميز بها هذا المنهج في وسطيته الوسطية في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين بين اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والليالة الملاحدة والشيوعيين وغيرهم بعضهم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا في واحد في الفيسبوك بيقول وبيجيبوا سكران كان قاعد في بلجيكا وبيشربوا له في الزيارة طوالي خلينا من اسمه المهم لأنه مغمور ما في داعي لكن لما يقول يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام ترجعون لحاجات قال محمد وخرافات وشنو من شر النفاسات في العقد وا 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 ديل ما يؤمن بنبوة نبي من الأنبياء ديل الملاحدة وديل الآن خطر يهدد الطلاب في اليامعات والله الطالب ده في الجامعة زي السمكة والله البرلون بالذات زي السمكة وين يزول خدت طعم في سنارته وفي واحدين جايبين شبك عادي هذا سنارته بتحيل جايب شبكة دائر يخم ولو أكبر كمية من من الطلاب عشان كده بشركوا ليك جلسة استماع بأقوسيد شنبو زيتر باص الحراسة وجلسة يقول ليك جلسة بتاعة أشعار بمعارف ليك الشاعر منو وعندنا الليلة رحلة نيلية بيتدربوكة جوا البحر تلقاهم يغنوا يرقصوا بشارع النيل ويشركوا ليك لحد ما تبتلع الطعم تماما بعد دبطل لعليك السم القذر غداك يقول لك الله طبعا نحنا لا عندنا صلاة ولا عندنا ما في حاجة يسمى الله يا أخي عيش شبابك يا أخي وغد غد يشركوا ليك بأبيت اجدعو لك طعم كده ترتكم معه الفاحش يقول لك أسمع أها كيف الموضوع بعد دتاني يا إما تبقى معاهم ولا تبقى معاهم وإنحنا بنحذرك من كل هذه الأفكار لكي ما تكون سمكة وقعت في شبكة بتاعة علماني فكر علماني أو فكر جمهوري أو فكر يعني شيوعي أو فكر إخواني أو فكر صوفي أو 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 بنحذرك من كل هذه من هذه التنظيمات ومن هذه الأحزاب فاكتسب هذا المنهج وسطيته في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين عباد القبور الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما رفعوا مرتبة الألوهية شان كده بتلقى في أشعار أشعار الصوفية اللي يمدحوا فيها النبي عليه الصلاة السلام تلقى متحة بتاعة عبد الرحيم الزريبة عبد الرحيم الزريبة ده ده أكتر زول دق مقلب في الأمة السودانية في كبري داري يفتحوا يجيبوا لك يتدبه زيب القنفد يفتحها الكبري أنت وزير الطرق يجيبوا لك يتدبه قال بيمدح في النبي عليه الصلاة السلام قال أحمدي يا حبيبي سلام عليك يا ميسكي وطيبي لحد هنا نحن متفقين معه قال يا غافر الزنوب سلام عليك يا كاشف الكروب سلام عليك من هنا بدت اللخبة من المحلة مما قال له يا كاشف الكروب سلام عليك يا غافر الزنوب سلام عليك ده باطل ومنكر الذي يغفر الزنوب الله تبارك وتعالى ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله وربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فعب هذا الغبور غلو في النبي عليه الصلاة والسلام وبرض في واحد برضو ضال عند قصيدة يسمى البردة بمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أكرم الخلق ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العميم قال إن لم تكن آخذا يوما معادي يدي فقل يا ذلة القدم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الشيخ الفوزان لما قال سمي هذه الأبيات قال ماذا ترك لله تبارك وتعالى هذا خلى لي الله شنو قال للنبي قال له من علمك علم اللوح والقلم هذا كلام غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام المنهج السلفي وسط في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد مع الله تبارك وتعالى وما يدعى مع الله تبارك وتعالى ولا يعتقد أنه يعلم الغيب ما أن يعتقد فيه عقيدة لا يجوز أن تعتقد إلا في الله تبارك وتعالى ولكن هو أفضل الناس وهو أكمل الناس وهو أحسن الناس أخلاقا وخلقة عليه الصلاة والسلام ربنا مدحوا زكاو في القرآن وقال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ عليه الصلاة والسلام رأسك كده وتكملها لوحين بتعصابون والله جاء لو 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 خش الحمام ممكن تجي تلقى الحمام مشكلته طويلة والله وسخ وما عارف ممكن تلقى حاجات تحت قمل ومصائب بتاع يا أخي ما لكم هذا دا كانها ما محتاج له مخدزات قفة قفة عمل له قفة والله جاءت أسكالهم غريبة والله شباب عوام شباب يعني من من المسلمين بس من أبناء المسلمين جا شيوعي ماري بيجاي قبل كم يوم وانا كنت واقف جنبهم عليك الله واحد قال قال ليه عليك الله عن داسه عليك الله عن القفة والقباحة دي يعني شغلة زات عجيبة خلاص يا أخي ربنا يكرمك أحلق يا أخي أحلق وألبس نظيف وتلقى الشيوعي لابسه بانطلون يعني من سنة اتنين واربعين ملصوا يقيف عديد وسطوان عامل فيها الود هناك خلاص مناظن يا زولها شغلة كلها فارغة وكلام بتاع ما ما عندو أي علاقة بالنضال وشغل بتاعة وسخ وقلة أدب وسفاه طيب فاكتسب من وصطيته من في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يغلو فيه وما ينكر نبوته وكذلك اكتسب هذا المنهج وصطيته دي التالتة في الشريعة الإسلامية في الشريعة الإسلامية بين الراغبين عنها والمستغلين لها الشريعة الإسلامية في ناس أعرضوا عنه الشيوعيين والعلمانيين وبعض الملاح ده وووو وديال أعرض عن عن الشريعة الإسلامية وقالوا ما دايرينا وصرحوا بالكلام ده في صفحاتهم وصرحوا في ندواتهم وفي محاضراتهم وفي كثير من يعني مواقع التواصل تجد المعارضة الصريحة للشريعة الإسلامية والرفض يقول لك ما دايرين دولة دينية وما دايرين حاجة يسمى شريعة إسلامية وما دايرين يعني آآ الله قال ولا الرسول قال دا يعني إعراض عن الشريعة الإسلامية وبين المستغلين لها مستغلين للشريعة ما هو المرهج ده وسط ديالت أعرضوا عنه قالوا ما دايرينا وديال استغلوا زي الأخوان المسلمين تلقى الأخو المسلم قاعد في الجامع تلاتين سنة عامل له حلقة وعمل فيها الكابتن بتعرصة الجماعة يقروا في القرآن تلاتين سنة يقول الله حلقتنا دي عمرة تلاتين سنة التلاتين سنة دي ما فيهم زول حفظ التلاتين سنة ما فيهم زول فيهم آية ولا آيتين من كتاب الله تلقاوا بس يقراوا يقول لك ختمنا اجيبوا الزلابية اجيبوا الشاي يا ولد اجيب الكيك اجيب الحاجات بس اكلوا شراب وختمة واخرى النهاية يا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا اخي تفهمت القرآن ده ربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته تلقى في الرصة بتاعته دي ما هو عامل فيها الكبتن بتاع الرصة تلقى الصوفي قاعد التجاني الختمي القادري وانصار السنة والبلاغات تلقاهم قاعدين وعامل فيها ابو مخدة كبيرة يعني مرتفع نصميتر من الواطة ولا قاعد في الكرسي فوق وعامل له نظارة زي العنبيلي وتلقاوا عين بيت لا ومن يعمل مسخة لزره ومن يدعو مع الله لا هنا في غنة ارفع صوتك شوية يا اخي غنة الغنة انت ما تقرأ كويس لكن افهمها الآية ما قلنا لك ما تقرأ كويس لكن يقول لك ومن يدعو مع الله التجاني يقول من يمو يقول يا التجاني يا سيد احمد التجاني طيب ده ما قبل قلت في القرآن ما فهمه شان كده تلقى الاخو المسلم قاعد في المسجد ثلاثين سنة لا دائر زوار يتكلم في التوحيد ولا هدار يتكلم في التوحيد طبعا نحن في المسجد ده متالفين ومتحابين استغلوا الشريعة الاسلامية واستغلوا المساجد ووظفوها لاغراض سياسية ولاغراض شخصية ولمناصب وليستعطاف الناس استعطافوا الناس زي القضية الفلسطينية مش بتلقى جامع تلقى صندوق سناضيكم زاتا ما فارق صندوق بتاع التبرعات ناس الحلة بتلقاهم عملهم صندوق صغير اربعين في اربعين اما بتاعهم هم تلقاهم نص متر كامل جمعية انصار الخيرية هيا ساهم لنصرة الاقصى والاقصى قبل هو لبع القروه شركب منه برادو والله وهكذا استغلوا دال استغلوا الشريعة والان الان الكيزان ما هم الا نموذج حي لاستغلال الشريعة الاسلامية مش رفعوا الشعار زمان لا اله الا الله وما عارف ليك شريعة شريعة ولا نموت الاسلام قبل القوت شريعة سريعة ولا نبيعة ويا لا سوفيت ولا امريكا يا اسلام بنروح نفديكا وزغرتي ام الشهيد لم يموت من مات لله وللدين المجيد نحن مصعب وبلال نحن لا لقش الغتال وتقول لك مقلب في الجماعة دين والله تتمشي اذا ما نوده لولادة الجنوب تقول خلاص في النهاية الترابي قال له ما في لا حرعين ولا في ابناء معينه جاب النجرزات والله اجد عشان كده استغلوا الشريعة وتسلقوا بها لمناصب سياسية فالاسلام والمنهج السلفي وسط الشريعة الاسلامية ربنا قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم شنو كافة وربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وربنا قال في القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاكتسب هذا المنهج وسطيته في الشريعة الاسلامية بين المعرضين عنها والمستغلين له فهذا اكتسب الوسطية هنا وكذلك المنهج السلفي اكتسب الوسطية في باب في باب الاقتصاد بين الرأس مالية والشيوعية ديلك طبعا يقول لك لابد من تطبيق الشيوع اللا اللا الرأس مالية وتطبيق ما عارف ليك ايه وايه ودي كلها نظريات فاشلة الاسلام جاء بي اخذ اموال الزكاة واعطاء للفقراء واذا كانوا مسلمين يشير منهم زكاة واذا كانوا كفار ياخذ منهم شنو الجزية وهكذا برض وسط في مسألة المال الاسلام ربنا قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة فمنهج وسط منهج معتدل ما فيه غلو ما فيه عشان كده الشريعة حرمت اخذي اموال الناس بغير وجه حق ربنا قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالعثم وانتم تعلمون وحرم عليك تأكل اموال اليتامة بالظلم ان الذين يأكلون اموال اليتامة ظلمة انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وحرم عليك اكل الربا وحل الله البيع وحرم الربا وحرم على الجماعة الدجالين برضو حلوان الكاهن انتقنسينا الشغلة برضو خاشي في الموضوع هذا البيع البيع بتاع الفكه حرام النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي دي الشغل المرفض حلا بيت بيت دعارة شغلتها بس زينة والله يجد و وكذلك حلوان الكاهن حلوان الكاهن فالشريعة الاسلامية وسط وسط واعتدال بين هؤلاء وبين هؤلاء وكذلك اكتسب هذا المنهج السلفي وسطيته في الاسماء والاحكام في الاسماء والاحكام الشرك شرك والكفر كفر بين اكتسب وسطيته بين في الاسماء والاحكام بين الخوارج وبين اهل التميع ما هو الاهل التميع بيقول لك لا ما تتكلم في الماء ما تكفر يا مولانا زول سبا دين ده التراك فيه شنو وده دائما شغل الاخوان المسلمين تلقاوا عامل فيها الواء الظريف والواء عامل فيها اللين حلوان الكوم يعني ما دار يجرح مشاعر زول يا زول الزول ده سبا دين رايك فيه شنو يقول لك لا ما ينبغي لك تكفر زول وهو شريعة واسعة قدر كم كده يعني شنو كله لولوة كله لولوة يقول لك يا ما تكفر الناس زول سبا دين انت رايك فيه شنو كافر كافو طالع ستة ثلاثين متر تقدر ترجع كافر زول سبا دين الله دا عندك شنو يا اخو يا مسلم يا مجرم يا محتال يا 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 من تأكل باسم الدين زولة سبا دين رايك فيه شنو كافر عندنا كافر وما منخجل ما منخجل وكذلك الشريعة سمت سمت الفاحشة من الزنا واللواط عديل ما يقول لك طبعا العلاقات العلاقات الجنسية لا لا زنا زنا ربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ربنا قال الزانية والزاني البيت والولد زنا لو زنوا يسموا زاني او اسموا زاني الجماعة يقول لك لا دي عنده علاقة علاقة خارج اطار الزوجية يعني شنو يعني زانية شنو يعني اللولة ودي والله اللولة وعجيبة وداخي يقول لك زي ما علي ابنه علي بلده قال المثليين ما في يا زول هوي ما في حاجة يسمى مثلية من عمل عمل قوم لوط قال النبي صلى الله عليه وسلم موجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة به عدل شفت فيه وسط في الاسماء الشرك شرك المعصية معصية والزنا زنا والخمرة خمرة وهكذا ما منخجل الزنا زنا ما في ما تجيب لك تومو شمار عشان تعمل له محسنات وتعمل له تجميل ده ابن يذكرني المرة تلقى عمره سبعين سنة وشايلة حواجبها وعمل الله شقوا التحيت وشقوا الفوق واشتع بالله زي حوش كله اصفروا احمروا بنفسي دي 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 حاجة كبيرة في النهاية دارت الجمل وفي النهاية عجوز واشا ما كرمش في النهاية الكبر ده بدسة يعني ما بيندسة ما بيندسة وكمان الواحد برضو تلقى واحد من الاولاد الاولادة القالوا داري لهم حقوق ديت تلقى الواحد يا لابس كيف وكلامه كيف وتسريحته كيف في النهاية برضو يعني مهما عملتها لو قام لك الشرف ولا قابلة الشرف الشغل فيه شغل ما فيه هناك شغل اجوة والله وهكذا فانت عرف انه الشريعة سمت الاسماء باسماء واضحة ما في داعي نلف ندور نقول لك لا ده طبعا وهؤلاء المثليين لا قوم لوط من فعل فعل قوم لوط واضحين ولا ما خجلانين منها ربنا ذكر في القرآن والنبي عليه صلى الله عليه وسلم ذكره في السنة قال وفي الاحكام في الاحكام بين الخوارج الخوارج كمان مهو ديال بيجاي ديال قايمين سداري وديال كمان راقدين صلاطة والله ديالك الخوارج التكفيريين والدواعس ان وقعت في معصية قول لك عملتها شنو قول له والله الليلة شربتها ليس جارة خدراء كافر خارج عن الدين حلال الدم والعط دي معصية ما كفر بيالله المعصية ما بتطلعك من الدين المعصية زول شرب خمرة يكفر إلا يستحل إذا استحل الخمر وقال حلال ما فيها حاجة ده بيطلع ده موضوع تاني لكن إذا ارتكب اي معصية دون الشرك ما بيطلع من الدين عشان كده منهجها للسنة منهج وسط بين الخوارج والتكفيريين وبين المميحين الجماعة ابتعين حلوة لكم دير لقدتهم لكي بين فمنهج وسط وكذلك المنهج هذا المنهج اكتسب وسطيته في الحضارة في الحضارة بين المنفتحين والمنغلغين في الحضارة تلقى الناس دارين يستوردوا لنا ثقافات ما حقا ديال ياتهم ديال المنفتحين زول تلقى مش هناك وربة ولقى الناس لافين بأرضية ولافين بلباسات وطبعا الوقت هناك انبهر بالأجساد العارية وانبهر بالشعر للاشقر وجاي من هناك لابس له في ريم وجزم شوز وبنطلون جنزي تقول راشنو عليه ورش وازول شغلت كلها ضربة وقل لك يا اخي اخي ات لسه في الجلاليب والعراريق والسراويل والصلاة يا ناس الناس واتوا طلعوا القمر ات طلعته لا ما طلعت اقعد 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 معانا جبله وسروان اخي ما تضيع زمنك ساي تلقى منبهر دارين يجيب لنا الثقافات زي الليلة العلمانيين دارين يجيب لنا الثقافات ما حقتنا ثقافات بتاع بتاع يهود ونصارى وملاحدة وناس ما يتورعوا من فعل اي شيء واحدة قالت انا دار الزوج كالبيضاء لانه الرجال جربتهم كلهم بخاينين ما في ما في حاجة ما في القتلية مخلوقوا فيه الا كالبيضاء دار تمشي الكنيسة اعقدوا له على الكلم يا ناس دي دي في بلدنا يبتجي معقولة والجماعة دي لك علي بلده قال دايرهم دي في بلد في مجتمعنا دي لسه لو في لو في الجامعة دي ساي في واحد ما انا الجماعة اقول لك يا زول انت ما لك يا زول شيء تحالك يا زول وهكذا فانت الشريعة الاسلامية يعني ما منعتك على البس جلابية قماش كويس ما في مشكلة شيء التلفون ما عارف اس فور اس سري سفن او اي مشي لحد عشرين المهم شيء الحاجة التكنولوجيا السقف خش الواتساب خش ما شريء ما منعتك لكن دينك وقيمك حافظ عليك دينك وقيمك حافظ عليك فانت اي شيء يعني اي حضارة وثقافة ما اتعرض مع الدين ما في اشكال لكن يوم التعرض الدين دي طوالع ملا طوالك طعا دي ما بتنفع معي ما بتنفع معي وهكذا والمنغلقين المنغلقين ده ماذا ديال اللي بيقول له الدغمائيين طبعا العلمانين بيشتمونا بيقولوا اتوا دغمائيين واتوا انكفائيين يا زول اللي حاب نركب عربات الحمد لله وبينسوق مواتر وشفتها وبناكل بيتزا والله وشايلين موبايلات جلق سيطاتش البقوش شوكش ده الموبايل البقوش شوكش شايلينه يتعن كفاين ديال تعني لا نلبس لنا جلد وشايفنا لابسين جلود شايفنا لابسين لابسين لنا جلالي بتاع السعر شايفنا الراقبين حصين معين ركوب الحصين ما بيش كان لكن نحنا يقول لك دارين ترجعونا تاني الف وربعمية السنة يعني العلماني ما تقول له نرجع للدين بالذكر يقول لك ايوة نركب الحمير والبغال وهناك للقرض يا زولة للقرض بتاع شنو وكل بيتزا وتمسك بيدينك مالو ازان ازان اضرب البيزا وخش الجامع في شنو يعني وهكذا لكن العلماني ما خبيث مجرم لمن تقول له نرجع للدين يقول لك يا مولانا معقولة نرجع للقرون الوسطى والقرون ما عارف لك ايه والعصور المظلمة مضلم عقلك ومضلم مخك ومضلم فهمك انت مالو ما تلبس كويس وتتقي الله هلبس يا الابيك ماشي سميح وهلبس اه بانطلون واسع زي بانطلون رخون عبودة يشيل له خمسين بانطلون من الجماعة بتاعنا الجماعة الاسدين والله بانطلون كبير كويس فالمنهج الوسطية في هذا المنهج بهذه الاشياء وبغيرها وبغيرها وفي نقاط يعني لسه جاية ولكن انت افهم ان المنهج السلفي وسط بين فرق الضلال كلها في في حق الله وفي حق الرسول وفي الشريعة الاسلامية وفي الاقتصاد وفي اه الحضارة وفي امور كثيرة جدا ولكن قبل ما نواصل في الكلام عنها نفتح فرصة للمداخلات والاسئلة والاسفسارات والنقاش دارين وجوه جديدة زول خشة قبل كده دارين وجوه جديدة اشتركوا في القناة